تنظم تنسيكية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الجمعة صالون نقاشيا حول جلسات المحور المجتمعية بالحوار الوطني وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن الحوار فدروا الجلسة الأولى من الصالون حول ملف الرعاية الصحية بين التحديات والأمال حيث تتناول مناقشة عدة محاور ومنها كيفية تنظيم العلاقة بين المستشفيات الحكومية والجامعية لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص هذا وتنقش الجلسة الثانية دعم وتمكن الشباب في ملف ريادة الأعمال حيث تتناول محاور أبرزها ما يمكن تقديمه للشباب في المجتمع المصري للنجاح في ملف ريادة الأعمال